تمكنت مجموعة من الشباب من إنشاء مشروع لإنتاج محاصيل زراعية عضوية خالية من السموم والمبيدات وبيعها بالأسواق ولقت نجاحا لافتا من أجل سلماء الغذائية قدر لهؤلاء أن يكون لمشروعهم الريادة في الفكرة مشروع يسعى لإنتاج محاصيل زراعية مختلفة خالية من الأسمدة الكيميائية والسموم بنسبة مئة بالمئة المرحلة الأولى تكللت بالنجاح في محصولي الخيار والطماطن ويتم حاليا تجهيز أرض زراعية أخرى ضمن مشروعهم الثاني نظرا للأهمية المتزايدة لسلامة الغذاء اتجهت معظم الدول المتقدمة لمنهج الزراع العضوية نظرا لكي تحافظ على النظافة وإنتاج منتج نظيف يحافظ على البيئة والصحة وأيضا ينمي الاقتصاد أتتها الفكرة كبداية كيف نحافظ على نظافة المنتج وكيف نسوق منتجات إلى المستهلك بطريقة بدون أسمدة بدون أسمدة وموت كيميائية الظروف الاقتصادية المتردية والبطالة المتفشية وقبل ذلك اكتظاض السوق بمحاصيل زراعية تعج بأنواع مختلفة من السموم ومجبعة بالمبيدات هي ما خلقت فكرة مشروعهم وبجهد ذاتي أثبتت نجاحه تحاليل مختبرات وزارة الزراعة بالصنع كان في تجربة رائدة من قبل بإشرف وزارة الزراعة وتم تحليل المنتجات في مختبر الأثر المتبقي ومنحوا على إثرها شهادة خلو من أي مبيدات حشرية وكل الذي يستخدم في العملية الإنتاجية هو منتجات طبيعية ومستخلصات نباتية المحاصيل الزراعية التي نحن شغالين عليها الخيار كل منتجاتنا طبعا عضوية خالية من الأسمدة لأن كل المنتجات التي متواجدة في الأسواق صح منتجات زراعية لكن في الأخير مسمدة ومليانها سموم كيميائية نحن 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 ننتج المنتجات حقنا 100% طبيعية من غير أي مواد كيميائية استطاع هؤلاء الشباب تسويق منتجاتهم والتي لاقت رواجا وطلبا فاق كمية الإنتاج ما دفعهم للقيام بتكرار التجربة ودعوة الشباب للمشاركة معهم في مشروع حققوا فيه جائزة دولية